مع التسليم بأن الأعمار بيد الله وأخذم بالأسباب العلم بيقول أن السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة أعوام معلومة لا تثير أي دهشة مع القائمة الطويلة من الأمراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في أعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الأول إلى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها أمراض نفسية أو أسباب طبية أو عوامل وراثية ومهما كانت الأسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جداً في كل الأحوال يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد ذاته أهلاً بكم الإنسان بحس في الزمن بتاعنا ده أنه هو ماشي كده في الحياة محاط عارفين الزومبي بزومبي كتير قوي من كل الأنواع وفي كل يعني زي ما يقوله الأصناف في الحياة لكن الزومبي اللي قصدي عليهم هم أكياس أكياس مغلفة ومعلبات من كل أنواع الأطعمة ادخل أي سوبر ماركت في العالم المشكلة دي عالمية هتلاقي السماء مبهر شكله مبهر يبدو مبهر لكن اللي انت شايفه ده كوارث حاجات شوف البنت بنوتة تختوخة سمنة والأم تختوخة وعمال البنت تملى في العربية حاجات الأم طبعا نظرتها يعني البنتها نظرة يعني غريبة يعني مزيد من الإحساس بالزنب وفي نفس الوقت الخوف على المستقبل والبنت طبعا لاحق يعني هي بتبصيلها كأنها بتقولها أنت اللي علمتيني ده أنت هي بجد ده التعبير الناس دي بتعمل فيديوهات حلوة جدا بس هم اللي حطوا هم اللي لعبوا اللعبة وحطوا قواعدها المصانع الكتير جدا للبطاطس اللي هي رقائق البطاطس المغلفة مصانع المهولة للشوكولاتات بأنواحها أنواع لا حصرة لها من المشي عارف إيه الحلويات من البسكوت جوه والشوكولاتة بره والشوكولاتة جوه والبسكوت بره وعاملة زي كده وعاملة زي كده كل ده سمنة مفرطة خطيرة جداً جداً وسكر وضغط وتصلب شرعين ومشاكل في شرعين قلب في الشباب إحنا كل يوم السوشيال ميديا خلتنا كلنا قاعدين في غرفة واحدة وساعات الغرفة بتقلب بصوان عزة واحد وده يعني خلينا نشوف نعرف بقى الأخبارها والبول كل شوكولات شاب الفلاني ده وهو عنده حاجة وتلاتين سنة توفى شاب الفلاني ده عنده ومش عارفة ربعين سنة توفى فلان عنده تلاتين سنة توفى إيه يا جماعة في إيه؟ إيه؟ هي المسألة أعمار بيد الله وكل أجل إن كتاب استغفر الله العظيم يا رب محدش هيقول غير كده لكن محدش هيقول إن اللي جاتله سمنة مفرطة إنه ده ما تقتلش ده تقتل أنا في رأيي علمياً طبياً كل الأطباء هيوفقوني في الكلام ده اتقتل إزاي؟ مين اللي قاتله؟ اللي قاتله التصرفات الخطأ اللي قاتله الأكل المعلم اللي قاتله الفاصل فهود اللي قاتله أهله اللي علموه يكل غلط اللي قاتله اللي قاله تعالى بقى هعلمك وقديك شوية أنظمة كده وبرطمان فيه شوية أعشاب وهم دول اللي هيخصصوك كل دول شاركوا في الجريمة النهاردة الخاء مهم جداً مع ضايف العزيزة القمة العلمية الكبيرة اللي أستاذ الدكتور كريم صابري أستاذ جراحات السمنة والمناظر بكلية طب جامعة عن شمس المدير لوحدة جراحات السمنة وزميل كلية الجراحين الملكية بانجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولة فيه جراحات السمنة أهلاً بيت أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً المريض الذي يعاني من سمنة مفرطة قد يكون ضحية لكثير من النصابين وكثير من المجرمين في حقه في حقه من ضمن المجرمين في حقه ممكن يكونوا أهله علموه أنه هو يأكل بالطريقة طبعاً يعني إيه هو طبعاً في البداية أنا طبعاً يعني لا يخفى لأحد طبعاً المساببات السمنة المفرطة في العالم المميكن العالم اللي هو المليء بالمشاكل اللي يمكن حكي ذكرت ما زمع لكن هو في النهاية أنه منذ يعني أزل الأهزلين وكان فيه مرض مشهور جداً اسمه سندروم إكس اللي هو ما حدش عارفه ده اللي هو كان مساببينه إكس اللي هي مجموعة من الضغط والسكر والكوليسترول متلازمة إكس المتابوليك سندروم كان جسمه سندروم إكس ضغط وسكر وهيبر كوليستيروليميا وبستي وليه بقى كان بيجوا مع بعض ومحنش عارف في إيه السبب يعني طبعاً ده المتابوليك سندروم ده مجموعة من الأمراض لما تصاب بيها انت عرض الإصابة بأمراض القلب اللي هي ربما تكون سبب بقى للوفيات فيما بعد بأكتر من تسع أضعاف الإنسان الطبيعي كلما زارت فتم اكتشاب بقى حريساناً من الناس كلها عارفها بقى دلوقتي إن السمنة لما بتزيدوا خصوصاً سمنة البطن البصر الفاتس كلما زارت كلما زارت الدهون كلما زارت فرصة تعرضك بقى للمشاكل اللي هي بتاعت السكر والدكتوريسترول كلما زارت برضو فرصة تعرضك لمشاكل القلب ودي يمكن الميتابوليكس سندروم واحنا في جراحات السمنة مش بس جراحات السمنة هي جراحات السمنة والسكر او جراحات السمنة والايد او الميتابوليكس سيرجري اللي هي مش بس احنا بنتعامل مع انقاس وزن لا احنا كمان بنتعامل مع علاج للامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى انا ما كانش الوزن في الوزن واحد سيء مثلا واحد وزنه 160 كيلو ده مريض سمنة مفرطة وعنده سكر وضغط فده مريض سمنة وسكر وضغط انت من الناس المعروفين انت عمانات سمنة طب انا دلوقتي عندي سكر بس وعند شوية وزن بس مش دول بتوع السمنة المفرطة انا وزن مستيه 90 كيلو زايد 20 كيلو عن الوزن الطبيعي وعنده سكر تتعامل بقى الميتابوليكس سيرجري في الحالات اللي دي يبقى هو ده هدف اساسي لجراحات الايد او جراحات السكر او الجراحات لا تعلق بالامراض المصاحبة للسمنة المفرطة حتى لو ما كانش عندك وزن زايد ازيد من الطبيعي ويمكن الافسو او الفيدروليات دولاج راحات السمنة والسكر من ايام مدريد كان من اربع سنين او ممكن من ثلاث سنين كانوا طبعا طلعوا استيتمنت انه الناس اللي هي وزنها الكتلة بتاعتها اكتر من 32 والسكر غير منتظم انت متشتازن تنتظر الوزن الاعلى من كده مش وزن 32 يعني قصدي الكتلة الكتلة يعني الوزن غير متناسب بالزبط فده ربما يكون عندنا 15 كيلو في الوزن الطبيعي سكرك مش والزبط انت من الناس اللي تعمل عملها ده علم يعني طب انا طبعا مش ده انا اقصد ان جراحات الاجية زي عملية تكميم المعدة او تحويل المصارف الناس المصاببة بالسكر بس مش لازم يكون عنده سمنة مفرطة ده وضع قائم ده جراحها يعني بتتعامل لان انت بتوصل لارقام مخيفة للسكر التراكمي وتبقاش عارف تعمل لها سكر والله انا بلاقي سكر التراكمي بتاعه 14 14 و 13 و 13 انت عارف من 10 سنين من 10 سنين بزبط كنت تشوف سكر 12 او 11 ده مرة كل سنة مرة كل سنة تشوف واحد او اتنين مرة كل سنة دلوقتي بتشوفهم عادي ايوة لا كتير جدا واحنا احنا ما نشوفه اكتر كمان ممكن عشان نسلمنا المفرطة احنا منلاقي الارقام دي في المتوسط العادي عاملين سكورنج سيستم يعني بنشوف قد ايه من الناس يعني كان عندها سكر في درجات مختلفة وقد ايه من بيستفيد بنسبة قد ايه لان طبعا كلما كان تقدمك او طلبك للعلاج بادري كلما كنت اكتر يعني واحد بقول لانا هستفيد قد ايه من العملية دي انت فيه سكورنج سيستم بالنسبة للسكر انت تاخد نسولين قد ايه سنك قد ايه بقى لك قد ايه عندك سكر كلما كان البرامتور ستبعتك دي احسن انت ممكن توقف علاج من تاني يوم اه تاخرت ووصلت بقى للدرجات المتقدمة من السكر هتوقف المضاعفات هتنزل الوزن الزايد هتوقف السكر عند حده لكن ربما توقفش علاج ربما تستمر مثلا على الاقراص ربما تستمر على جرعة يعني قليلة من الانسولين لكن سكورنج بقى لعشرين سنة تقضي جرعة علاج من الانسولين فقصدي انه يعني نطلب طلب الالاج في بدري هو يعني بتحمي نفسك من المشاكل ومتوقفش مضطرة تعملها بصورة اضطرارية فيما بعد في بعض السيناريوهات بتحصل بعد تكميم المعدة مثلا انا هقول لحضرتك السيناريو وانت تقول لي كيف تتعامل معا مثل هذا السيناريو اول السيناريوهات واكثرها شوعة هو رجوع الوزن بعد تكميم المعدة طبعا دي مشهورة جدا في بعض الحالات اللي هي عملياتها طبعا معمولة بصورة غير احترافية وده غالبا ما بيخسش اصلا يعني ربما ده يكون ما بيخسش اكتر قبة المعدة متسابة الانترب متساب المعدة اصلي فقدما بيخسش وبعارف ان ده وبتدخل احنا كجرحين بندخل العملية عشان نصلح المعدة اللي هي ما نزلش في الوزن بتلاقي قبة المعدة اصلا الشرايين بتاعتها والاوريدة فاعتها يعني هي الطبيعية ما تقصتش اصلا فقدما معناها ان هي كان فيه سوء ربما يكون السبب في المريض نفسه العملية مضبوطة وعملت اشعة مختلفة سريست لابعت بعد العملية كان حجم المعدة على مئة سنتي جيت بعد خمس سنين لقيت المعدة خمسمائة سنتي وفيوزي فورم ويعني هي يعني بوسعد من كتر سوء الاستخدام وكتر الاكل العنيف فيها ربما توسع على المعدة البعيد والحقيقة احنا جربنا ان احنا نركب حزام على المعدة حلقة يعني على المعدة كده باند او منيمايزر يعني حاجة بتمنع تمد المعدة معرفش يعني انا شخصيا عندي انا قللت من استخدامها شوية لان حسيت ان هي ما فياش روحها في اكل الحاجات الصلبة يعني حتى يقرأ عن تجميل المعدة المعدة يعني الناس بتديها لفظ كده حلو لكن هي الفكرة في انه تركيب حلقة على اعلى المعدة ما بريحش الواحد هو بيأكل حاجات صلبة اللي تاكل لحوم خضار رز مكارونا انت محتاج يعني تبقى واحد بتنضغ كويس جدا وبتاكل ببطء جدا لو هتدائق من القصة دي انا بنصح الناس ما تركيبش الحلقة يعني وتحافظ احسن بدون تركيب لان هي فعلا بتمنع تمد المعدة من فوق لكن احنا الحقيقة هي يعني معظم الناس اللي ركبت الحلقة هي متدائقة من اكل الحاجات الصلبة عايز يعني وتاكل ببطء جامد هتحجمك قوي وفعلا هتخليك يعني متحفز دول الوقت وانت بتاكل فحافظ يعني من كمية الاكل بحيث المعدة ما توسعش النمرة التانية استهلاك السكريات الشديد ما هو ده سبب لرجوع الوزن وبتلاقي المعدة حجمها مش مازاتش ولا حاجة وبتلاقي الواحد المال يستهلك كطول اليوم شكولاتات وإيس كريم وعجنات ما لعملت تكمين كنت تعمل بقى تحول مصار بتعملش عملت تكمين النقطة الخطيرة اللي الناس بتقع فيها دلوقتي وبتزود الوزن بالرغم ان حجم المعدة قليل الناس اللي هي بتاكل واجبات كتيرة في اليوم رغم ان الواجهات صغيرة وبيقولك انا بجوع انت ممكن ترجع لدكتورية تغذية بتاعك في التيم اللي هو متابعك هو بيعلمك ازاي تاكل الاكل اللي هو يعود في المعدة فترة كبيرة مثل البروتينز والحاجات اللي هي الخضار والحاكل الهيلس كله بيقعد في المعدة فترة كبيرة احيانا بيبقى فيه برضو بعض الحموضة او الارتجاع بيسبب الجوع والاحساس الارتجاع ارصة المعدة دي بتفسر عندنا كلنا انه محتاج يأكل وبالتالي لو عالقت الارتجاع ورجعت للتيم المتابعة بتاعك يعالج الارتجاع وبالتالي برضو هتلاقي نفسك ما بتجوعش ولا حاجة واتلاقي امورك ماشي كويس جدا لازم اوضح نقطة برضو ان الجوع لا ينتهي تماما في عملية التكميم الجوع بيقل في عملية التكميم بنسبة مثلا 70-80% النسبة اللي تشال المعدة بتتشال فيها بتقلل ده وبالتالي الجزء المتفضل من المعدة هو ده الجزء اللي بيفرز هناك الجوع وبالتالي انت بتجوع بنسبة تقريبا 20-30% من الوضع فأحسسك بالجوع المسيط من الوضع القديم هو الناس بالنسبة لها ده تحول مذهل ده كان بالجوع ده هو دائما في ناس تعبيرتها كانت بتقول لي انا دايما حاس ان انا جعان ايوه صحيح انا بمحسش بالشبع اه طبعا على طول حاس بالجوع المستمر وبالتالي انا باكل يعني كلما او تحكلي اللي بيمنعني من الاكل حاكتين اما النوم او ان انا مش لايه اكل دلوقتي انا طلبت اكل ويسا بجاش هم معزورين المصالبين بيسمون اه صحيح هم معزورين لان الجسم عنده منع تنسورين علي جدا وبالتالي بيتخلي الجسم في حالة جوع مستمر فالتكميم الحقيقة هي محتاج حد يحافظ عليها اكتر يغير لايف ستايل بتاعته وما تزعلش يعني لو حصل زيادة في الوزن فيما بعد التكميم بعد شوية سنوات في عملية اعادة بتقص المعدة لو زايرت في الحجم تقصها عملية بسيطة لو انت يعني حجم الوعدة قليل وانت بقى اكل سكرات ويعني مش قادر تحافظ من القصر يمكن تتحول لتحول المصار واصلة بتتعامل على المعدة بتعدل يعني حجم المعدة وتعمل تحول المصار عملية برضو بسيطة جدا في عملية طبعا بتتعمل بعد مش بسبب فشل التكميم بتتعمل بسبب مضاعفات بتحصل بسبب برضو حاجة في العملية زي التواقف المعدة فتق في الحجاب الحاجز حصل حبونا بستمر بعد عملية التكميم دي عملية بتعمل عملية اصلاح بقى مش بسبب زيادة الوزن اللي هي لا ده انت عشان حصل مضاعفات فيها او فيها مضاعفات دي برضو بتتصلح بعملية جرحية تانية لو عنده دي من تحت ممكن تعمل البقى تحويل مصار المعدة كلاسيكي هي لها طريقة يعني ولها وضع يعني طبي غير قابل للنقاش او يعني انت عندك فاتف الحاجاب الحاجز كبير وعندك ديق في المعدة من تحت او عندك التابات في المريء انت حل واحد ما بعد التكميم هو تحويل مصار المعدة الكلاسيكي لا يمكن منقشة حل تاني تحويل مصار المعدة المزور مش هينفع الا في الناس اللي هي ما عندهش فاتف الحاجاب الحاجز او ما عندهش ديق من تحت او ما عندهش حمودة جاندة من فوق والتالي ممكن تعمل تحويل مصار المعدة المصغر معلش الكلام ده يمكن صعب شوية على بعض الناس بس الناس اللي هي عملت العمليات هي فهمة الوضع ده وهتفسروا كويس ويمكن يكون نافع بالنسبة لها لكن معظم الناس اللي هتعمل عمليات الكلام بسيط يعني انت هتعمل عمليات تكميم عادية خالص عملها في تلت ساعة يعني بتقعد ليلة في المستشفى ما فيهش مشكلة لكن هو عملات الاعادة لها فنياتها وانا عايز اوصل الكلام ده للمرضى اللي هم عملوا العمليات قبل كده وربما يكون عندهم مشكلة في الوزنة او مشكلة في او في مضاعفات في حالة كمان قليل لما بنتكلم عنها التواء المعدة الناس كثير على فكرة الكلمة دي بالنسبة له اول مرة يسمعوها حتى اللي بيتفرجوا علينا باستمرار هيقوله اول مرة ده ايه الالتواء بتاع المعدة المعدة بتلف اه ده موضوع شايق جدا والحقيقة هو يمكن ليك جراحيا يعني والمرضى مقلم جدا معلش يعني طبعا هو الالتواء ده ليه اسباب انه احيانا قد يكون سببه جراحي سببه جراحي بحتي عنه ان المعدة مقصوصة طبيعة المعدة واحنا من قصها المفروض بتاخد جدار المعدة من فوق اللي هو الانتيريور سيرفس بتاع المعدة زيه بالضبط زي الانفيريور سيرفس الاتنين يكونوا قد بعض انت بقى لو قصيت من فوق اكتر او قصيت من تحت اكتر والاتنين اون ايكوال يعني هتلاقي المعدة بتالي تلف تلوي نفسها كبا الحكاية دي يا تا عشان انت فهموه كويس قوي زي البنطلون 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 له اتنين سيرفس ومتخيط من الجنبين صحيح فيه ساعات يعملوا بطلون غلط ده يلف البنطلون مشكلات دي بقى دي انه صعب تشخيصه يعني بيبقى عنده صعوبة في الاكل بيأكل وبيعنده مغصة بتحصل طول الوقت يقوم يروح لحد بتاع منظير مش بتخصص في السمنة او مش عندهش دراية زينا يعني بجراحة السمنة فيقوم يدخل بالمنزار ويلاقي المعدة يعني يعني مقفولة شوي يقوم يلف بالمنزار ويعدي هو بالنسبة له طالما عدى بالمنزار خلاص كده يعني الدنيا كويس هو الالتواء حاجة وظيفية يعني انت مش حاجة اورجانيك يعني هو مفيش دي فعلي في المعدة هي المعدة ملوية يعني انت لو لويت المنزار زيها يعدي فيها فيقولك انت كويس تعال بقى اعمل اشعة اعمل جاستروجرافين اعمل دايستادي بيتلاقي لو حد برضو مش experience في الموضوع ده برضوش هيلقطها يعني اتلاقي السابغة مع الدية انت السابغة مع الدية ما خلاص انت كويس السابغة بتعدي مع عصرة مع يعني تلاقي تعبان وتلاقي السابغة وصلت وبعدين عشان المعدة تنقابت جامد تعدي في يوم أرصى وبعدي فبقوله انت بتاكل وبقوله اه باكل بس برجع وبتعبان بس بعد فترة بيحصل لمغصة وبتعدي الأكل يعني يعمل منظر هتلاقيه كويس يعمل دايستادي ما تلاقيهش كويس مش هقفاش هي الا الجراح المحترف يقفاش الله وفيه أشعة على فكرة يمكن اتعملت المبسانوات اللي فات بقالها فترات كبيرة وجيدة جدا فيه انها تشخص اللي هي الستيفولومتري او أشعة مقطعية سلسية الأبعاد بترسم شاكل المعدة الملوي بيبقى واضح جدا احيانا ما بقاش السبب جراحة خالص يعني وخصوصا ده في السن الصغير مش تخوفا للناس يعني احنا دلوقتي عملنا الموضوع ده بقالنا يمكن اكتر من ست سنين بنعمل حاجة اسمها اومنت الفكسيشن عشان تتفادى ده بتقوم تسبب طبقة الدهون او القص المعدة قصة مزبوطة وهو تاخد طبقة الدهون تخيطها على السوتشور لاين كله على المعدة كلها تقوم تفرد المعدة كده مزبوطة استحالة انها تتلوها ليه? لان احنا فيه تنشن على كل السوتشور لاين فرد المعدة مازلوطة فيه شد على كل السوتشور لاين خط الدبابيس الشد دي تخليه سابت مينفعش يتلوي ما يلويش يعني في طريقة انا احكي الحكي عليها يمكن ده السوتشور لاين ده الخط بتاع الدبابيس اللي على الليمين والشماíst يعني اللي بين قوي اللي هو على الشماء الليIO على يمين الشاشة على يمين الشاشة اللي وإحنا بصين من ناحية اليمين هو ده السوشل لاين ده لما بتثبت عليه طبقة الدوم بتشدها بتفريدها طول الوقت وتحتفظ بقى بالسي كيرف بتاعها ده يبقى مصبوط بيحصل التوقع مشهور جدا في الأطفال اللي هم ما بين سنة عشر إلى عشرين سنة بتلاقي فعلا المعدة طرية لدرجة أن أنت لما بتدبس بتلاقيها هي فعلا بتلاقي تتكارمش على نفسها أنت ما أنت سايف فيها دي ولا سايف فيها حاجة ومقصوصة المعدة زي الفل كويس بتلاقي طفل المعدة بتاعته يعني جدار المعدة مش سميك يعني بتلاقيه يبتدى يكرمش على بعض كرمش المعدة دي بعد شوية بيحصل فيها شوية لليسقات ويوم الكبد اللازق عليها من فوق خلص ما كرمشها عامل بقى لشوية الالتواء دول طيب إحنا بقى في الناس دول الحل الوقائي للالتواء هو تقنيا أن أنت تقص المعدة أصلا مزبوطة النمر التانية تسبب طبقة الدول على المعدة من فوق لتحت بحيث أن تشدها بحيث أنها ما تلويش على بعضها طيب أنا دلوقتي حصل الالتواء حصل الالتواء إحنا أنا يعني قدمت يمكن في الإسابة علميا حتى الآن الالتواء حلوا تحويل مصار معدة كلاسيكي بايريسيرش يعني كل العالم بيعمل كده واحنا بنعمل كده وإحنا بنعمل كده وإحنا يعني بنقلب الماء العملية من تكميم إلى تحويل معدة كلاسيكي تحويل مصار معدة كلاسيكي هتفضل لنا مشكلة دلوقتي لو أنا عندي ولد صغير أو بنت صغيرة في سن العشرينيات مش عايز أعمل لها تحويل مصار وأنا يعني عملت عملية تكميم عشان أنا أعمل لها خفيفة وحصل الالتواء مش عايز أعمل لها تحويل مصار في حل إحنا أنا عملته ونشرته إن إحنا نعالج بطريقة سهلة جدا سهلة جدا ودي اتنشرت يعني موجودة على ممكن نبحث عنها ونجيبها الجسروبيكسي إن إحنا دلوقتي أنا دلوقتي ما عنديش دي والطريقة دي أنا فكرت فيها يعني والحياة شغالة بس أنا معرفش عن المعدة البريدة يحصل إيه يعني في المستقبل يعني معرفش لكن هي الحياة فعالة جدا وآمنة تماما وسهلة جدا دلوقتي أنا عندي التواء وظيفي يعني التواء وظيفي يعني أنا معنديش دي أصلا في المعدة تقوم تدخل إنت تدخل طالما ما عندكش دي بسيط إنت تدخل تفرد المعدة وتسلكها من التلافات التلافات اللي حواليها تقوم فارد المعدة فردة بسيطة إيه اللي هيمنعني من إن أنا المعدة تتلوى تاني تقوم تثبتها تعمل جسروبيكسي تلات غرز غرز ما بتدخش تثبتها في الحجاب الحاجز من فوق غرزة تثبتها في البنكرياتيك فاشية وغرزة تثبتها في الميزو كولون من تحت يبقى أنت كده عندك تلات غرز سابتين برولين عادي جدا سهل جدا ورخص جدا ما فيوش حيكة خالص غير مكلف تماما وبيحتفظ بالتكميم زي ما هي مش بس كده ده أنت تاخد المعدة بعد ما تفردت وفكتها من التسقات وثبتتها في مكانها الأماكن السابتة اللي ما بتدخش ثم تثبتها كمان في منديل البط يبقى أنت عندك حاجتين يثبتوا المعدة حيعملنا سيريز كتير على الموضوع ده والموضوع ده ناجح جدا يعني أنت ما انتش مضطر في الجستريكتواست أن أنت تعمل تحول المصار معدة كلاسيكي لأن أنت لما بتعمل تحول المصار معدة كلاسيكي الأوبشن ده بقى مخيف جدا للأب اللي عنده ابنة أو البنت اللي هي عامل التكميمة عشان خفيفة فهنا مش عايز أعمل تحول المصار ما عندكش حل يا دكتور أننا نعمل ده لا فيه حل اللي هو حل علمي يعني ما أبقى واتنشر حل جميل اللي هو أن أنت تعمل جاستربيكسي تفرد المعدة مضبوط تعمل جاستربيكسي وتحط أومنت الفكسيشن عليه كلام علمي أنا عارف صعب شوية بس ربما يكون نافع للناس اللي عندها المشكلة المسألة سهلة أوي مسألة سهلة وزمان كان عندنا حقا اسمه الخرايط الخرايط دي تجيب الخريطة وتيجي في حصة معينة كده الخريطة دي بتبقى كبيرة كده ملفوفة كده فلما بتيجي تفردها خريطة بطبيعة الحل لأنها كنت ملمومة هترجع تلتلم تاني فبتعمل إيه الحل كان بسيط قوي تكيب حاجات تقالات كده بتيجي على أطراف الخريطة وتحط تقالة هنا وتقالة هنا وتقالة هنا مش صح يا نفس الفكرة المعدة هتلم هتلف كده هتتلوي تاني فأنت بتثبتها في النقاط معينة بتثبتها في نقطة تحت في الجزء المحيط بالبنكريات من غلاف اسمه بنكرياتك فاشي بتثبتها في نقطة تانية وبتثبتها فوق في الحجاب الحاجز خلاص آخر نقطة اتفردت مظبوط جدا وده توصيف جميل جدا أنا بس عايز أأكد على الأطباء أو أكد على المرضى برضو إن ده اللي هو الالتواء الوظيفي اللي هو لكن لو عندك دي في المعدة واضح في المعدة المنظور ما بعديش فيه أنت محتاج كده لتحول المصار كلاسيكي من الأصل ده احنا قدمنا الحل ده أن ربما ربما ينفع به الناس طبعا وينفع به الحاجات ده من الحاجات اللي احنا أنا مبسوط يعني إن شاء الله تكون مفيدة بإذن الله انت بتسعيدني بالحوار الآن معك جدا جدا وبتديما بتضيف كل حلقة جزء كده بيوسع معلومات ومدارك الناس المتابعة جيدة لجراحات سمنة وشباب الأطباء المهتمين بالجراحة أكيد اللي داخلين بعالم الجراحات السمنة لسه نواب أو لسه بيذكروا مانشستير هستفيدوا جدا من حلقتك لأنك أنت بتديهم بعض التركات عشان يبقى فاهمين أبعاد هذه الجراحات إنها فيها أبعاد مهمة جدا من ناحة العلمية سواء الحدث أو حلوله وده شيء مهم جدا وده رفعنا بيه بيبقى في أستوى الحوار مش هتلاقوه في أي حتة في العالم اللي هو احنا بنفترض كل الاحتمالات وكل السيناريوهات المحيطة بجراحة السمنة وبنشوف كيف يتم التعامل مع حلوله مش مجرد إن احنا بنبسط الأمور تبسيط يخل اللي بقيمة هذا العلم العالمي الكبير المتورامل أطراف اللي هو جراحات السمنة ضيف العزيز واحد من نجوم هذا المجال في مصر والوطن العرب لأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب بجامعة إنشامس والمديد لوحدة جراحات السمنة ومستاذ شعود النيل وزميل كلية الجراحين لملكاني بإنجلترا نورت الدكتور خليكوا دايما مع الدكتور أنا اسمي سعيد حمادة سعيد العربي عندي 13 سنة أعمل عملية تكميم تكميم ما هذا مع الدكتور كريم صبري كنت قبل العملية 105 دلوقتي بعيد 75 كيلو وأنا كنت قبل العملية كنت زدت في الفترة اللي فقفت قبل العملية فروحت عملت تحليل سكر فطلع عندي بوادر سكر فأنا قلت ما ألحق نفسي قبل ما السكر يجي عليا فجيت لدكتور كريم ودكتور كريم قال لي لازم تعمل العملية وقبل العملية كان صحابي يتريعوا عليا يعني على طخن شديد وكده دلوقتي ما بقاش يتريعوا عليا واللبس تماما اختلف اللبس دعا نقل العملية غير بعد العملية ومبقاش حد يتريعوا عليا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة